بعد أكثر من عشر سنوات استخدام للسامسونج قررت أحول أخيراً للآيفون اشتريت الآيفون برو ماكس 16 وان تيرا بايت كامل مكمل بكل سبيك رائع سعيد جداً أنا بشكله حتى قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نسوي الأنبوكسن سوي وحقلكم بتضبط ليش حوالته من الاندرويد سامسونج للآيفون خلينا نبدي بالأنبوكسنج شنو الأشياء الآن خذتها خذتوية الهاتف الكيس الرسمي من أبل السي ثرو هسا أقولكم السبب اللي خلاني أأخذ الكفر الرسمي هذا مثل ما شايفين الصندوق بعدني مفاتحة وحفتحوا إياكم الآن نشوف شنو خالينا هاي يعني الكيس مسوي تمام بالمناسبة هاي في بريطانيا يعني فمعرف في بلدانكم إذا يجي بطريقة مختلفة كتبونا بالتعليقات فهذا صندوق الآيفون برو ماكس 16 الوان تيرا بايت هاي أول مرة حشوفها طبعا أنا اشتريتها بس من الأشياء شفتها أونلاين فعادي يكون اللون مثل ما أنا متوقع هذا الآن الصندوق الجديد بعدنا هاشوفو بعد ما مفتوح الآن هنفتحها وحاطي elegant simple حلو خانشوف اسوه هسه هاي الآن هاشوفو نسألوا فوكس اللون ماله ذهبي جدا ويلمع يعني فصعب يطلع بالفيديو بس واو صراحة اللون fantastic جميل جدا اللون ها همين الفنس مع الصوت هاي الآن هذي الهاتف صراحة هاشوفو الآن ثلي لكم اياها الصورة من فوق هذا شكله هاي اول مرة اشوفو رائع صراحة كلش كلاس وكشفه مثل ما يقولون فالآن هسه هقولكم ليش أنا أصلا حولت من هذا سامسونج القديم هذا فايت معارك ليش حولت من السامسونج للآيفون هاي تشوفون الآن فرقة شبيرة يعني لأن هذا نوت 21 قديم فحشرح لكم الأسبال خلنشوف بعد شنو يجينا مع التليفون هاي عدنا الهاتف شفناه عدنا الشحن عدنا المانيوو همينه عدنا هاي الشحن شوفوها وهاي حتى نحط السيم كارت خلينه ننظف خلينه ننظف شوي نشي الأشياء وهذا هس الكيس همينه نفتحه مثل ما شايفين خلق أربلكم وياهنا سي ثرو ها متقصد خلينه نجربه حتى الهاتف يبين هوا يا جماعة صراحة كلش سعيد بالاختيار طبعا الكاميرا مدت توريكم الألوان بصورة جيدة هحط لكم الألوان بالصور همينه والفيديوهات اللي هو هذا الذهبي اللي يسموه ديزرت بس اللون بين الأبيض وبين الذهبي كلش جميل صراحة جميل جدا والكيس همينه نسعيد بيه هاي طبعا للشحن تستعمل يعني تشوف اللون وهمينه تحمي التليفون الكيس شكله همينه ممتاز بسهم قالوا بأنه اللون ما يعجبه مشفاف هاي شطرة رأي هاي بالنسبة اللي عاجبني الصراحة هاي أماكن الأزرار هاي بثما شايفيه وهذا المكان الجديد هنا للكاميرا السبب آني إخذت الكيس الرسمي لأنه يعني قرأت بلوقات بأنه الشركات الخاصة اللي يسوون يعني ثيرت بارتي امتمالة شبير ما يضبطوها لأنها تضغطها مرة تسوي شي وتسوي بيها أشياء فمهمة جدا صراحة هسه أنت حتسألني ليش حولت من السامسونج اللي أنا أستعمله صار كذا سنة أنا مع شركة السامسونج أستعملهم صار أكثر من عشر سنوات يعني دائما أحدث أحدث آخر تحديث اللي هو النوت واحد وعشرين اللي هو أصلا الآن بطلوا يساوه السنة الفاتت رأتتحول للآيفون ما تشان أكو مجال الآيفون 15 رأسا راحة من السوق ولازم وراء كم شهر مليت وأنا مو شخص يعني كل شي أحب الغير التليفونات كل ما يطلعن صراحة فحولت لهذا الشكل مالي يعني صراحة كل شي أنا فرحان بي كشكل كشكل الآن هل قدمي ما يمع من بين بالشاشة الإضافات اللي بي تناسبني وتناسب بيئة عملي والأشياء اللي أنا أحتاجها طبعا شوفوا كمتانة وك يعني فخامة وأتقان أنا أعتقد الآيفون كهانسيت أفضل تجربة يعني يستعمل السامسونج من السنين هل السامسونج سيئة؟ جميل هاشوفوا هذا قديم أصلا جميل وجيد لكن الآيفون أعتقد أفضل من المشاكل بالسامسونج اللي أنا واجهتها من يبقى عندك أكثر من سنة سنتين الشاشة هاي صارت ويايا مع كل السامسونج يبدأ يصير بيها مربعات تحترق الشاشة بداخله ربما تقولوا اللي الآن التقنية تقدمت إلى آخر هي جوز لكن أنا مو هذا السبب اللي حوالي السبب الأساسي هو الابل انتاليجنس شنو يعرف عرف بعد ما اجي اعرف اليوروبيان يونين و ابل يسوون الترمز ان كندشن بعد هعرف لكن يوالمني جدا واللي أنا همين قريته بأنه تشات جي بي تي حيكون مباشرة ويالتليفون فهي يعني اذا مجانا المستخدمين ابل هاي اشتراك انا عندي وياهم همين اشتراك اقل اقدر استعمله ولا انا استعمله من الكمبيوتر كذلك طريقة الذكاء الاصطناعي اللي يشتغلوا بيها بالابل فشي عجيب يعني من يطلع لك نوتفكيشن حينطيك زبدة النوتفكيشن مو بس اول سطرين مثل اغلب التليفونات جانب الامني وما يتجسسون على خصوصيتك وعلى بياناتك مثل ما يحصل بالاندرويد واذا التطبيق رات يجسس ما يكون بالاب ستور هذا طبعا فشي مهم جدا لكن خليني نبتعد عن الخدمة والابل وشون يساعدوك والابل كير الى اخره اللي هاي كلها النقاط طبعا الخدته برو ماكس وان تيرا بايت و ابل كير كامل بلس يعني حتى اذا ضاع انسرق انكسر انجلغ صار بي مشكلة يغيروه ويسووه مباشرة وهاي طبعا كلش سهل ابل كير موجود يمي بلندن اذا ايميل ينطيك الزبدة تشوفها شنو يساعدك بالكمبزيشن بالكتابة بالبحث كذلك يعني الان وهذه الخاصية هي مو جديدة موجودة بباقي الهواتف قسم من الهواتف تأخر الصورة المكان الذكاء الاصطناعي يسوي لها object identification يشوف شنو الموضوع يطيك معلومات عنه اذا حيوان اذا صورة نبات اذا محال اذا براند الى اخره يعني الذكاء الاصطناعي جزء من الشيب اللي هي A18 بهذا الهاتف فهذا شنو يعني يعني هذا مناسب الشغلي مناسب العملي مناسب الاشياء اللي احتاجها الاضافات الحلوة اللي انا احب الازرار ضايفين الازرار يعني اللي انا تشوفون بواحد اثنين ثلاثة وعدنا الزر للفلوغات والتصوير الافلام الصور الى اخره وانا هقولكم الان كصانع محتوى ليش اختاريت هذا الهاتف كذلك الشي الحلو بي الان بالصوت خاصة انت اذا تسوي فلوغ خارج يعني اذا تشوفون الفيديوهات اللي سويتها من المغرب مثلا كلها استعملت هذا الجندي الجندي المقاتل اللي هو النوت 21 كلها بي الصوت شنو تستعمل اكسترنا ومايكروفون بس اللي بالمرات من عنده مقبول جودة جيدة الكاميرا الثلفية هنا جيدة الكاميرا الامامية صراحة يعني ما ما انتقد لكن الشي الحلو بالايفون لسه عندك استوديو لصناعة المحتوى من التطبيق الموجود بي شنو يعني طلعت صورت الصوت بي خشخش بي من هذي الامور تروح تلير الستنق تقول سوي جودة مالستوديو او انت دا تصور دا تصور الناس وتريد الصوت يجي بس من الناس الامامك مثلا انا اذا احجوا احد اقول شفيت بله شون الاخبار وكذا هم دا يحجون يعزل الصوت الخلفي عن الصوت الامامي وشنو هذا مو دستراكتف يعني انت دا تسجل وراها بالأدية تقول يا بي شيل هذا الصوت حطبس هذا الصوت حسن جودة الصوت هذا شي مهم جدا وشغلة الاهم المهمة خاصة الناس اللي يستعملون انستغرام يسوون يوتيوب سناب شات يعني انت تستعمل الفيديو لصناعة المحتوى المشكلة هس انت هتقول لي يا بي هس انت تشوف هو الان اذا حطها جنبي بجنب السامسونج القديم اكبر والارقام مالته اكثر يعني يتقول لك سناب دراغون كذا والرام اكثر والكاميرا ميتين ماذري شنو بيكسل الى اخره هاي الارقام ترى ما مهمة المهمة شون تستعمل هذي البيكسل البروسيسنج داخل التليفون شون يصير انستغرام مثلا اللي هو تطبيق اكثر نستعمله ما يستعمل خاصية الكاميرا من السامسونج وبكل قوتها والسبب انه التطبيق لازم ينبني على اندرويد تمام يعني التطبيق مو مثل اي او اس اي او اس ايفون يعني تطبيق الانستغرام على اي او اس مصمم تماما لهذه الكاميرات لهذا الاستعمال لهذا المايكروفون فالجودة الصناعة المحتوى تستعمل كاميرتك بابها صورها الجودة بالانستغرام على الاندرويد تنخفض لانه مصمم المئات الهواتف ومو بس للسامسونج عدنا الذكاء الاصطناعي على الصور هو ما متقدم مثل ما موجود حاليا بسامسونج بس شباب حسان لأكون صريح معاكم يعني هذا الفيديو كلام معاكم عن اختيارات الاشياء اللي اشتريتها يعني مو فيديو فتح صندوق ومقارنة مثل اصدقائنا بقنوات الريفيو والانبوكسنج الاني جاي من هاتف هذا عمره تقريبا خمس سنوات فيعني اي شي حاخذه هيكون بيه تطور وتقدم كبير جدا يعني التجربة بالذكاء الاصطناعي الحصير بهذا الهاتف من ازالة الاجسام من الصور الاضافات الى اخره ربما بالسامسونج الجديد اكو اشياء اكثر لكن انا بالنسبة الي مناسبة جدا انا هاي طريقة استعمالي ما استعمل فلاتر ما استعمل هاي الافكتس وشغلات استعمل الاشياء المفيدة للمحتوى للرسالة للكتابة تنظيم الوقت الني احتاج توصلني بطريقة مهمة يعني انا الهاتف اللي استعمله هو مزيج بين الشغلات المتعلقة بالبزنس وبين الشغلات المتعلقة بالامور الشخصية فلهذا حولت وحيكون هذا الهاتف اليومي اللي استعمله خصائص بيه كثيرة تقدرون تشوفون على اليوتيوب هاي ليش اختاريته صراحة اغلى هاتفان مشتري يعني كلفني تقريبا اكثر من مع الانشورنس ومع الكفر يعني اذا حاول من البوند للدولار اكثر من الفين دولار لان هو هذا يعني اعلى سبيك واعلى خزن واعلى مودول ويا انشورنس ابل بلاس هذي اعتقد ستين دولار سعرها احد النقد اللي ينتقدوا لهذه الكيس واني واني هسه شفته صراحة انه تنترك علامة عليها فالمهم بس اذا نحط الهاتف يمكن متبهين السعر مال هذي ستين دولار تسعة واربعين باوند فكل على بعض سعر الفين دولار شوفوا انا حكون خاصة ويا الشباب هل انت تحتاج وتروح وتتداين ومشين لا يا بلا اذا الهاتف هذا هاتف شغل يعني جزء من دخلي واستعمل الهاتف اكثر ما استعمل السيارة ف it make sense بانه استثمر بشي اكثر شيء انا استعمله اكثر الهاتف لعدة اشياء ولعدة اسباب الاشياء الما اقنق بيها بالصرف هي الاشياء اللي احتاج استعملها هاتف الكمبيوتر الكمبيوتر اللي سوي بي ادتينج الرخص مال استعمال السوفتوير هاي الامور ادفع فل برايس لانه احتاجها وتجيب لي مردود كذلك على كل نجوز اسوي لكم فيديو بعد ان اجرب لفترة كانت هاي تجربة الامبوكسنج والشكل واول مرة اشوف اويا اشتريت قررت من خلال قراءة السبيك الريفيو و افينت ابل سويت اليوم اليوم عشرين اول ناس في بريطانيا وصلهم هو اليوم يوم اتواني اث انا من ضمنهم لكن الناس اللي شفتوهم بالسوشال ميديا اللي اختصاصهم فتح صندوق يرسلون لهم قبل فترة حتى يسوون الريفيو او اعلان حسب صانع المحتوى فيكون عندهم من وقت احنا في بريطانيا اليوم بدي يوصل للناس بعدني لان حط برقامي الى اخره فشنو رأيكم هل تفضلون الايفون تفضلون السامسونج هل هتشترون الايفون هذا الجديد تشوفوه غالي او لا اكتبوا لي بالتعليقات وشكرا مشاهدة ها في فيديو مختلف اشوفكم في فيديو قادم